اهلا بكم متابعي قناة اي جي صوفت معكم محمد سيد والنهاردة ان شاء الله هنحلم مع بعض مشكلة مساحة التخزين البتاعة الموبايل اللي هي ممتلئة اللي اوغم كل شوية يجيب لك رسالة يقول لك ان مساحة التخزين في الموبايل ممتلئة هنحلم مع بعض المشكلة دي لو احنا مثلا رحنا على الاعدادات الخاصة بالموبايل بعد كده رحنا هنا عند حول الهاتف بعد كده هنيجي هنا عند التخزين نضغط عليها هيعمل الموبايل عملية حسابية للصور اللي عندك والفيديوهات والكلام ده كله كل ده ما يهمنيش انا كل اللي يهمني عندي هنا حاجة اسمها اخرى يعني اخرى دي هي الحاجة اللي انت مسحتها من على الموبايل وانسيت انك تمسحها من على الريسايكل بين اه الاندرويد او الاصدار الجديد من التحديس جديد من الموبايل اه ننزل لي حاجة اسمها اه رسايكل بيني عكس الموبايلات القديمة لانه تنمسح الحاجة بتنمسح على طول فبالتالي انت لو روحت عند الجالري مسلا او الاستوديو الاستوديو بتاعك تمام روحت هنا عند الثلاث شورة دول ضغطت عليهم بعد كده روحت هنا عند الاعدادات ضغطت عليها لو انزلت لدحت كده هتلاقي حاجة عندي او عندك اسمها سلة المهملات لو ضغطت عليها هتلاقي الحاجات اللي انت مسحتها من على الموبايل ولكن نسيت مسحها من هنا بص الحاجات دي واخدها دي واخدها متين تلاتة وتسعين طبعا نرقم بالنسبة ايه للموبايل لو الموبايل عندك مسحت الزاكرة فيه ولا ايه ده كل اللي انت هتعمله هتروح هنا على مسح الكل تضغط الكلام ده كله تضغط على حزف هيروح الكلام ده هتبقى الزاكرة آآ صفر طيب دي اول حاجة الحاجة التانية هتيجي برضو عندي الاعدادات بعد كده هتروح على التطبيقات بعد كده هتروح على ادارة التطبيقات هيجيب لك كل التطبيقات اللي هي خاصة بالموبايل كل اللي انت هتعمله عندك طبعا هنا بيقول لك التطبيق وعندك هنا آآ مساحة آآ بتاعة التطبيق كل اللي انت هتعمله هتنزل كده هتشوف المساحة او التطبيق اللي واخد مساحة كبيرة مسلا زي ما تطبيق مسلا واخد بوص متين واخد تلتمية تسعة وخمسين ميجا آآ بايت كل اللي انت هتعمله هتخش على التطبيق بعد كده بتنزل تحت كده عندك هنا حاجة اسمها مسح البيانات تضغط عليها هيتلع لك حاجتين عندك مسح جميع البيانات وعندك مسح الزاكرة المؤقتة اوة اتقرب من مسح جميع البيانات انك لو ضغطت على مسح جميع البيانات هيخرج من الفيسبوك ومن موزنجرة وهيقرفك بقى بتسجيل الدخول والكلام ده كل اللي انت هتعمله هتضغط على مسح الزاكرة المؤقتة بعد كده بتضغط على حسب هتبص تلاقي ان مساحة التطبيق بدل تلتمية تسعة وخمسين ميجا بدل تلتمية خمسة وعشرين ميجا نفس الكلام هتروح على الشيري اتو كل التطبيقات اللي عندك على الموبايل اتنزل تحت هتختار نفس الكلام مسح البيانات وتختار مسح الزاكرة المؤقتة وهكذا هتعمل نفس الكلام ده في كل التطبيقات كده تعمل اعادة تشغيل للجهاز هتبتح الجهاز بتاعك هتلاقي الجهاز بتاعك بقى زي الفل وسريع معكم ومارح كده ومش بيجيب لك الرسالة بتاعة الزاكرة بتاعة الموبايل ممتلع باتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عايبكم يتمنى تشغيل تعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك الفيديو وشاركوه مع اصحابكم كما اكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته